بعد 434 يوما من العدوان السعودي الامريكي على اليمن وتحت مبرر شرعية حكومة الفارهاد الساقطة ها هي اليوم تندثر بشهادة ثاني اكبر داعم للعدوان السعودي على اليمن وزير خارجية بريطانيا في قوله ان حكومة هذه لا تمثل اغلبية الشعب اليمني مفاوضات الكويت تقدم في لجنة الاسرى والمعتقلين وتسريبات عن ملامح اتفاق شامل بين الوفد الوطني ووفد الرياض يرمي بحكومة هادي وشرعيتها الى مزبلة التاريخ ويبقي هادي 45 يوما منزوعا للصلاحيات ويخرج الجنرال محسن من المشهد السياسي للابد الشرعية التي لطالما جعل منها العدوان السعودية الامريكية مطية للعدوان على اليمن وجعل مرتزقة الرياض هما الاضحوكة الكبرى لهذا العصر تقترب من نهايتها فالنجاح الذي حققه الوفد الوطني في اظهار الوجه القبيح للعدو السعودي ومرتزقته خلال المفاوضات اجمع العالم على ضرورة اخراج حكومة الفارهاد من المشهد واستبدالها بحكومة وحدة وطنية وهذه المرة على لسان اكبر الدول الداعمة للعدو السعودية ومرتزقته وزير خارجية بريطانيا فليب هوموند لماذا المجتمع الدولي الان يعامل الطرفين على قدم المساواة هناك مشكلة سياسية في اليمن فالحكومة الشرعية المعترف بها في اليمن لا تمثل وليس لديها مصداقية بين كل اطراف المجتمع في اليمن ليس لحكومة الفارهاد تأييدا من غالبية الشعب اليمني هكذا قالها فليب ملمحا الى اتفاقية السلم والشراكة والحوار الذي كان على وشك الانتهاء لو لا تدخل قوى العدوان السعودية ومرتزقته مؤكدا ان الحل العسكرية لا يفيد في سبتمبر 2014 كانت هناك مبادرة ظهرت كطريقة جيدة لتقدم تحت مظلة الحكومة الشرعية في اليمن ولكن تعترف بمصالح اللاعبين الاخرين ايضا وعلينا ان نعود الى ذلك النوع من الحوار السياسي ونتجنب عمليات عسكرية اضافية في اليمن والدمار الشامل للاقتصاد اليمنى الذي سيكون كارثة على الشعب اليمني اذ هناك كارثة انسانية حقيقية في اليمن اليوم ولكن هذا سيكون ايضا كارثة لشبه الجزيرة العربية بوجود نزاع دائما واقتصاد منهار في بلد عدد سكانه 25 مليون وهو الثاني اكبر بلد من حيث عدد السكان في شبه الجزيرة العربية يبدو ان العالم بدأ يدرك حجم الكارثة التي سببتها شرعية الفارهاد في اليمن كما يدرك اليمنيون اطماع البريطانيين في الجنوب الا ان الصمود الاسطورية للشعب اليمني ووقفه خلف جيش يمني عظيم ولجان شعبية ابيه حطمت كل احلام الغزاة وسينال المرتزقة موقعهم كاكبر عمالة يشهدها العالم في التاريخ امد نجار الفضائية اليمنية